الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لمتابعة الترتيبات الأخيرة الخاصة بتنظيم مؤتمر إثثمار المصري الأوروبي المقرر أن تصديفه مصر بداية من السبت المقبل ولمدة يومين وأكد رئيس الوزراء أهمية أن عقد هذا المؤتمر في التعريف بالفرص الإثثمارية المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية مشينا إلى دور المؤتمر في دعم وتعزيز أوجه التعاون الاقتصادي بين مصر ودول أوروبية وتوسيع أطر التعاون المشترك بين الجانبين هذا واستعرض الاجتماع موقف عدد من صفقات المشروعات والعقود ومذكرات التفاهم المشتركة المقرر توقيعها على هامش أعمال مؤتمر الإثثمار المصري الأوروبي وذلك في عدد من القطاعات أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبودي أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها بالتعاون مع القطاع المصرفي لتدبير النقد الأجنبي المطلوب للعمل على توفير السلع المختلفة وهو ما يسهم بدوره في التوازن الأسعار جاء ذلك خلال ترأس اجتماع اللجنة العليا لضبط الأسواق وأسعار السلع حيث أشار مدبودي إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار متابعة إجراءات ضبط الأسواق وأسعار السلع لافتا إلى أن هذه الجهود أثمرت في الفترة الأخيرة عن انخفاض معدلات التضخم استشد خمسة فلسطينيين بينهم ثلاثة أطفال وأصيب آخرون في قصف لطيران الاحتلال الإسرائي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة فيما ارتفع شهداء قصف الاحتلال لمجموعة من الفلسطينيين عند دوار بني سهيلة شرق خان يونس إلى عشرة شهداء هذا وشن طيران الاحتلال سلسلة غارات على بلدة بيت لهيا شمال قطاع غزة وعلى حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعية الاحتلال لمدينة بيت حانون شمال القطاع زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيمين نتنياهو أن إسرائيل لا تزال ملتزمة باقتراحها الخاص بوقف اطلاق النار وتحرير المحتجزين في قطاع غزة ومن جانبه قال رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي هيرتي هاليفي إنه تسنى تقريبا تفكيك كتيبة حركة حماسة المتبقية في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة دعا وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إسرائيل خلال اجتماعه مع وزير دفاعها إلى تجنب المزيد من التصعيد في لبنان وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية أن بلينكين شدد على أهمية جنوب مزيد من التصعيد للنزاع والتواصل إلى حل دبلوماسي يتيح للعائلات الإسرائيلية واللبنانية العودة إلى منازلها وأشار إلى أن بلينكين أكد أيضا على أن تتخذ إسرائيل المزيد من الإجراءات من أجل إدخال مساعدات لقطاع غزة بالتنصيق مع الجهة الدولية أكد في الجوردون مستشار الأمن القومي لنائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس أن الطريقة الأفضل لضمان أمن إسرائيل هو التفاوض حول حل الدولتين مشيرا إلى أن الوصول إلى هذه المرحلة يمر عبر تأمين اتفاق دائم لوقف إطلاق نار في قطاع غزة وأضاف جوردون أن الولايات المتحدة لا تطلب من إسرائيل تضحية بأمنها للتفاوض حول السلام ولكنها تعارض دوسيع المستوطنات والأنشطة المزعزعة للاستقرار في الضفة الغربية وصفت وزارة الخارجية الأمريكية مقطعا مصورا ظهر فيه فلسطيني مصاب مقيدا من مقدمة سيارة عسكرية تابعة لجيش الإسرائيلي بأنه صادم وطالبت بإجراء تحقيق سريع لمحاسبة المسؤولين عن الواقع وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلور إن هذه الممارسة غير مقبولة على الإطلاق مشيرا إلى أنه لا ينبغي أبدا استخدام البشر دروعا بشرية ويجب على جيش الدفاع الإسرائيلي التحقيق بسرعة فيما حدث هددت روسيا الولايات المتحدة بعواقب واستدعت سفيرتها غدات ضربة أوكرانية في القرم شنت بحسب موسكو بواسطة صاروخ أمريكية وأصفرت عن مقتل أربعة أشخاص ووصف النطق باسم الكراملين ديمتري بيسكوفا الضربة على سيفاستوبول بأنها همجية واتهم واشنطن بقتل أطفال روسة علما بأن اثنين من الضحايا كان قاصرين وأضف بيسكوف أن دلوع الولايات المتحدة في القطار مشاركة مباشرة تسببت بقتل مواطنين روسة ويجب أن يكون لها عواقب موضحا بأن الوقت سيكشف طبيعتها ختام مجد الثامنة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر